بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين نشرع بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيقات وتوجهات إمام العصر أرواحنا له الفداء بشرح هذا الكتاب الشريف وهو كتاب أصول الفقه من تأليفات الشيخ العلام محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه وهو كتاب يمثل دورة كاملة في علم أصول الفقه وقد وضعه رحمه الله للطلبة المفتدئين في دراسة هذا العلم أو هو في الحقيقة يأتي في المرحلة الثانية بعد دراسة كتاب المعالم فوضعه الشيخ بين هذا الكتاب وبين دراسة كتاب الكفاية نحن إن شاء الله سوف نعتمد على هذه المطالب التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ونحاول أن نشرحها ونبين ما هي المقاصد التي ذكرها الشيخ هنا قبل الدخول في شرح مطالب هذا الكتاب نريد أن نقدم مقدمة بسيطة عن بداية الشرح أو الدخول لكل علم هنا اعتاد الباحثون والمحققون في كل علم حينما يريدون أن يدونوا علما من العلوم أن يضعوا مقدمات لبيان هذا العلم هناك ثمان مقدمات قد تسمى بالرؤوس الثمانية للعلم وضعها أو يضعها علماء كل علم عند تدوين ذلك العلم فائدة هذه المقدمات أنها تعطي تصورا إجماليا للمتعلم أو للطالب عن هذا العلم هذه المقدمات الثانوية أو الثمانية في الحقيقة تقع تحت هذه العناوين التالية المقدمة الأولى في تعريف العلم هنا بيان حقيقة وما هي العلم المقدمة الثانية في واضع العلم من الذي وضع هذا العلم أو من الذي صنف الكتاب الذي مثلا نحن في صدد دراسته المقدمة الثالثة موضوع العلم بيان موضوع العلم المقدمة الرابعة بيان المبادئ التي يعتمد عليها تحقيق هذا العلم سواء كانت مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية والمقدمة الخامسة هو بيان مسائل و مبادئ السادسة هو بيان الغاية من دراسة هذا العلم المقدمة السابعة هو بيان المرتبة مرتبة هذا العلم و أين يقع هذا العلم بين العلوم التي يمكن أن يتعلمها الإنسان ثم المقدمة الثامنة يقع الكلام فيها عن المنهج المعرفي المستعمل في تحقيق مسائل هذا العلم طبعا هنا المصنف رحمه الله قد ذكر بعض هذه المقدمات ولم يذكرها جميعا ونحن إن شاء الله سنحاول شرح هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله وثم ننظر أنه المقدمات الأخرى التي فيها قد يكون فيها فائدة تنفع الطلب نحاول أيضا أن نتعرض إليها إن شاء الله تعالى في المقدمة الأولى دخل الشيخ في تعريف علم الأصول باعتبار أن هذا الكتاب يختص بعلم الأصول فإنه أولا كما قلنا أنه في المقدمة الأولى نريد أن نبين ما هي وحقيقة هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته فهنا الشيخ ابتدأ هذا الكتاب ببيان تعريف علم الأصول وقد قال في تعريفه أنه هو العلم أو هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي أو في طريق استنباط الحكم الشرعي نحن قبل أن ندخل في تفصيل هذا التعريف نعطي مقدمة بسيطة عن عملية تعريف العلم أي علم كان العلم في الحقيقة أي علم من العلوم هو عبارة عن مجموعة من المسائل هذه المسائل هي عبارة عن قضايا لها موضوعات ولها محمولات هذه الموضوعات كما درسنا القضية في المنطق مسائل العلم هي عبارة عن موضوعات وعبارة عن محمولات هذه المسائل في الحقيقة تبحث عن الأحكام الخاصة لموضوع ذلك العلم موضوعات هذه المسائل هي عبارة عن بمجموعها تكون موضوع العلم لو انتزعنا لها عنوانا واحدا ستكون موضوع العلم ومحمولاتها هي الأحكام الخاصة المتعلقة بموضوع العلم فالعلم هذه العلوم التي نصطلح عليها كعلم المنطق أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفلسفة أو علم الناحو وما شابه ذلك هي عبارة عن مجموعة من المسائل هذه المسائل تدور جميعها عن بحث أو تبحث عن الأحكام الخاصة لموضوع أي علم في ذلك العلم نحن حتى نعرف هذا العلم نريد أن نضع تعريفا لهذا العلم لأننا كما درسنا في علم المنطق أن التعريف إنما يكون للأمور الحقيقية يعني الأمور التي لها وجود واقعي خارجي مثل الإنسان نعرفه بالجنس والفصل نقول الإنسان حيوان ناطق طيب هنا كيف نعرف العلم العلم هنا نأتي في البداية ونحاول أن نوجد جامعا لمجموع مسائله نوجد جامع لمجموع المسائل قلنا هذه المسائل التي تبحث في ذلك العلم بمجموعها إذا أوجدنا جامعا لهذه المسائل يمكن عندها أن نعرف ذلك العلم بحسب مجموع المسائل لأن مجموع المسائل ستكون أشبه بالخاصة أو أشبه بالفصل لذلك العلم يعني مثلا من باب المثال إذا أردنا أن نعرف علم النحو علم النحو يبحث عن الكلمة أو لو جئنا إلى مسائل علم النحو نجد أن جميع هذه المسائل التي يبحث عنها علم النحو مثلا أن يبحث عن أن المبتدأ مرفوع الخبر مرفوع مثلا الفعل المضارع مرفوع أو منصوب أو مجزوم الفعل الماضي مثلا مبني الفعل الأمر مجزوم لو جئنا هذه كل قضية من القضايا هي عبارة عن مسألة من مسائل علم النحو المبتدأ مرفوع هذه مسألة الخبر مرفوع هذه مسألة لو جئنا إلى موضوعات هذه المسائل نجدها جميعا هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكلمة يعني المبتدأ هو اسم يكون واقعا تحت الكلمة الخبر هو اسم مثلا يكون واقع تحت الكلمة الفعل المضارع مرفوع هنا الفعل المضارع أيضا كلمة يعني مصاديق الكلمة فبالنتيجة لو أردنا أن نوجد جامع لهذه المسائل يمكن أن نقول هو عبارة عن الكلمة من حيث البناء والإعراب الكلمة من حيث البناء والإعراب هذا يجمع جميع مسائل ماذا؟ علم النحو فإذا أردنا أن نعرف علم النحو نقول نأتي بما يشبه الجنس يعني ما يشترك به علم النحو مع بقية العلوم وهو أن نقول هو العلم الذي يبحث عن عن ماذا؟ عن فصله وهو الكلمة مثلا من حيث البناء والإعراب فهنا إذا أردنا أن نعرف علم النحو نعرف بهذه الطريقة أنه عبارة عن العلم الذي يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب فالعلم الباحث هذا أشبه بالفصل يشاركه بقية العلوم كل العلم تقع تحت مقولة العلم لكن الباحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراف هذا ما يختص به علم النحو جميع العلوم لا تبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراف فقط علم النحو هو الذي يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراف فيكون هذا أشبه بالفصل أو الخاصة فيكون تعريفه أشبه بالفصل والخاصة وهكذا هو العلم الذي يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراض هذا هكذا نحن نعرف العلم يعني لا بد أولا أن نوجد جامعا لجميع مسائل العلم نضغطها في جامع واحد في قضية واحدة ثم نعرف العلم بهكذا هو العلم الذي يبحث عن ونضع هذا الجامع كما مثلنا بعلم النحو علم النحو هو العلم الذي يبحث عن ثم الجامع ما هو لجميع مسائل العلم النحو هو الكلمة من حيث البناء والإعراض هذا الطريقة الصحيحة لتعريف أي علم من العلوم مثلا إذا أردنا أن نعرف علم الطب كمثال آخر نقول العلم الطب هو العلم الذي يبحث عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض فهنا بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض هذا هو الجامع لجميع مسائل علم الطب لأنه حينما نأتي إلى مسائل علم الطب هي عبارة عن مسائل تتعلق بأجزاء بدن الإنسان ويقع البحث عن كل جزء من أجزاء بدن الإنسان أيضا من حيث الصحة والمرض نبحث عن العين من حيث الصحة والمرض نبحث عن الأعصاب من حيث الصحة والمرض نبحث عن الجلد من حيث الصحة والمرض وهكذا جميع أجزاء بدن الإنسان فإذا أردنا أن نضع تعريفا أو جامعا لمسائل هذا العلم نقول بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض فإذا أردنا أن نعرف علم الطب نقول هو العلم الذي يبحث أو المتعلق بالبحث عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض وهكذا نعرف العلم طيب الكلام هنا أنه في تعريف علم الأصول ما هو علم الأصول؟ هنا عرف علم الأصول أو الشيخ عرف علم الأصول بأنه علم قلنا هذا أشبه بالجنس فهو يشترك مع بقية العلوم أيضا علم المنطق علم علم الفقه أيضا علم علم الفلسفة علم علم الكلام علم هذه كلها علوم هنا إذن هذه المفردة علم أصبحت واضحة بالنسبة إلينا هذه تشترك يشترك معها علم الأصول مع بقية العلوم إذن ما هو الشيء الذي يختص به علم الأصول عن بقية العلوم هو هذا أنه يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي إذن علم الأصول يختص عن بقية العلوم بأنه يبحث عن قواعد ما هذه القواعد؟ هذه القواعد هي عبارة عن قواعد تقع نتائجها أو نتيجة تلك القواعد في استنباط الحكم الشرعي طيب هنا نحاول أن نبين بعض ما ورد من مصطلحات في هذا التعريف طبعا مصطلح علم كما قلنا واضح المقصود هنا في التعريف العلم يعني هو مجموع المسائل التي تدور حول موضوع معين وتبحث عن أحكامه الخاصة وليس مقصودنا من العلم لأنه مصطلح العلم أو مفردة العلم قد تطلق على عدة معاني لها عدة معاني ولكن ما يخصنا هنا في هذا العلم هو هذا المعنى هو تلك المجموعة من المسائل التي تدور أو يدور البحث فيها عن أحكام موضوع معين طيب قواعد يبحث فيه عن قواعد القواعد ما هي؟ القواعد هي عبارة عن الضوابط العامة أو القانون العام أو القضية العامة القواعد أو القواعد هو عبارة عن القضية العامة يعني التي يكون موضوعها يشتمل على عدة مصادق والحكم الثابت فيها إلى ذلك الموضوع ينطبق على كل فرد ينطبق عليه موضوع ذلك الحكم أو تلك القاعدة يعني مثلا حينما نقول أن خبر الواحد حجة لدينا قضية أو قاعدة نعبر عنها خبر الثقة الخبر الواحد الثقة حجة هنا قضية فيها محمول فيها موضوع فيها محمول فيها موضوع فيها حكم الموضوع هو الخبر الثقة والمحمول هو حجة فحينما نقول هنا خبر الثقة أينما يصدق تصدق معه الحجية مثلا إذا صدق خبر الثقة على خبر زرارة يكون خبر زرارة يثبت له أيضا ماذا الحكم وهو يكون حجة يعني يصبح خبر زرارة حجة لماذا حجة لأن زرارة ثقة خبر مسلم بن محمد حجة لماذا حجة لأنه ثقة فهذه نعبر عنها بقاعدة يعني فيها حكم كلي بمعنى أن موضوعها له مصاديق كل مصداق يصدق عليه الموضوع كما مثلنا خبر زرارة يصدق عليه أنه خبر ثقة فلابد أن يثبت له الحكم وهو المحمول فيكون حجة فخبر الثقة حجة هذا نعبر عنه بقاعدة قاعدة عامة يمكن تطبيقها في أي مورد يصدق العنوان يعني يصدق عنوان الموضوع على أي فرد فيصدق عليه المحمول هذه القاعدة القاعدة عبارة عن الضابطة الكلية كما قلنا أو عبارة عن القانون الكلي عبارة عن الحكم الكلي حينما نقول خبر الثقة حجة هذا يعطينا قانونا كليا يمكن أن نطبقه أينما أمكن تطبيقه طيب هذا بالنسبة إلى القاعدة قالت تقع نتيجتها يعني نتيجة هذه القاعدة في طريق استنباط الحكم الشري طبعا استنباط عملية الاستنباط هي عبارة عن عملية استخراج من باب الاستفعال استخراج يعني هو استخراج الحكم الشرعي طبعا من موطنه من مكانه من مكنزه من أين نحن نستنبط الحكم الشرعي؟ مثلا نستنبطه من الآيات والروايات فهنا هذه القواعد تقع نتائجها في استنباط في استخراج هذا الحكم الشرعي إن شاء الله كما سندكر مثالا لذلك من ما يستنبط منه الحكم الشرعي وما يستنبط منه الحكم الشرعي سنبحث عنه إن شاء الله الأدلة وأهمها مثلا الكتاب والسنة هنا أيضا وردت مفردة الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي؟ إذن علم الأصول هو علم كبقية العلوم إلا أنه يختص بأنه يبحث عن قواعده تقع نتائج هذه القواعد في استنباط في استخراج الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي الذي نريد أن نتكلم عنه هنا؟ الحكم الشرعي في الحقيقة هو عبارة في تعريف الحكم الشرعي أو قالوا في تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى والمتعلق أو الغرض منه هو تنظيم حياة الإنسان الحكم الشرعي إذن هذا تعريفه هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى والغرض منه وتنظيم حياة الإنسان سواء كانت طبعا تنظيم حياة الإنسان الفردية في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو تنظيم حياة الإنسان الاجتماعية بما هو فرد من مجتمع فالأحكام الشرعية تارة تنظم حياة الإنسان من هذه الجهة جهة الفردية علاقة الإنسان بربه مثلا كما هو في باب العبادات وتارة لا تنظم حياة الإنسان في علاقته مع بقية أبناء نوعه يعني من جهة من حيث أنه فرد في ضمن مجتمع كيف يتعامل مع بقية المجتمع كيف يتملك كيف يتزوج كيف وكيف وكيف إلى آخر إذا اعتدي عليه كيف يأخذ حقه من الظالم وما شابه ذلك ممن ظلمه وما شابه ذلك هذه أحكام تنظم حياة الإنسان من حيث هو فرد يعيش في مجتمع إذن الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان هذا الحكم الشرعي قسم بتقسيمات متعددة هنا نحاول أن نذكر هذه التقسيمات لأنها تقسيمات مهمة ينبغي لطالب العلم علم الأصول أن يعرف هذه التقسيمات ولو بنحو مجمل نذكر أهم هذه التقسيمات للحكم الشرعي قسم الحكم الشرعي أساسا إلى أو ابتداءا قسمة أساسية إلى نوعين من الحكم هناك ما يسمى تقسيم الحكم الشرعي قسم إلى قسمين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ما هو المقصود من هذين القسمين الحكم التكليفي هو قسم من الحكم الشرعي فهو حكم شرعي هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة يعني يأتي يأمر المكلف أنه افعل هذا الشيء أو لا تفعل هذا الشيء أو الأفضل أن تفعل هذا الشيء أو الأفضل أن لا تفعل هذا الشيء أو مثلا لا أنت مباح لك أن تفعل أو لا تفعل هذا نعبر عنه الحكم التكليفي إذن هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بفعل المكلف مباشرة يعني مباشرة يقول المكلف افعل او لا تفعل طبعا قبل ان ندخل في الحكم الوضعي نبين هذا الحكم التكليفي ايضا له اقسام له خمسة اقسام هي عبارة عن اولا الوجوب هذا اقسام هذا الحكم اقسام الحكم التكليفي اولا الوجوب ثانيا الحرمة ثالثا الاستحباب ورابعا الكراهة وخامسا نعم الكراهة وخامسا الاباح الوجوب مثلا من قبيل وجوب الصلاة هذا الحكم شرعي تكليفي متعلق بفعل الانسان مباشرة انه انت ايها الانسان عليك ان تأتي بفعل الصلاة الحرمة من قبيل حرمة شرب الخمر ايضا هذا متعلق بفعل الانسان شرب الخمر هذا فعل الانسان فهنا الشارع يقول عليك ان تجتنب شرب الخمر يحرم عليك شرب الخمر الاستحباب مثلا استحباب صلاة الليل هذا ايضا الشارع يأمر المكلف بالاتيان بصلاة الليل ولكن لا على نحو الالزام يعني هو مرخص ولكن الافضل ان يأتي بهذا الفعل القيام بصلاة الليل هذا فعل للانسان الكراهة ايضا نفس الشيء مثلا يكره الصلاة في الحمام هنا الشارع يقول يكره لك ان مثلا او يكره مثلا شرب الماء في الليل وانت واقف هنا شرب الماء في الليل حين الوقوف هذا فعل انساني الشارع يقول ماذا يقول يكره يعني الافضل ان لا تفعل هذا الفعل الافضل ان تتجنب هذا الفعل والاباحة مثلا انسان يجلس او يقوم بالوضع الاعتيادي فهنا مباح له يريد ان يجلس ويريد ان يقوم ليس هناك عليه اي الزام او فضيلة معينة فهذه اقسام الحكم التكليفي اذا الحكم الشرعي تداي ينقسم الى حكم تكليفي وحكم ورعي سنتكلم عنه الان والحكم التكليفي لو خمسة اقسام هو الوجوب الحرمة لاستحباب الكراهة والاباحة هذا البسم الاول القسم الثاني الذي نريد ان نتكلم عنه هو الحكم الوضعي والتفت جيدا انه لا بد من الالتفات جيدا ان الحكم الوضعي كثير يعني من الطلبة والاخوة قد لا يلتفت الى حقيقته ومعنى الحكم الوضعي الحكم الوضعي هو عبارة عن الحكم الذي لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة ولكنه يوجد وضعا جديدا بالنسبة الى المكلف يعني يوجد حالة جديدة في حياة المكلف يوجد شيئا جديدا في حياة المكلف بحيث يترتب على هذا الشيء ماذا حكم تكليفي الان نمثل اذا الحكم الوضعي هو الحكم الذي لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة وانما يوجد وضعا جديدا يكون موضوعا هذا الوضع الجديد يكون موضوعا لحكم شرعي تكليفي مثلا من قبيل ماذا من قبيل الزوجية مثلا الانسان حينما يعقد على امرأة معينة يجري العقد الزواج هنا الشخص سيصبح له وضع جديد ينطبق عليه عنوان جديد ينطبق عليه عنوان الزوج والمرأة ينطبق عليها عنوان الزوجة فهنا يترتب على هذا العنوان الجديد او على هذا الوضع الجديد الذي وجد في حياة الانسان ترتب احكام جديدة من قبيل ان الزوج يجب عليه الانفاق على زوجته هذا حكم شرعي تكليفي وجوب يجب عليك الانفاق الزوجة يجب عليها التمكين مثلا تمكين الزوج من قبيل مثلا الصحة والفساد اذا وقعت معاملة بين طرفين بيع مثلا اذا كان هذا البيع صحيح الصحة نعبر عنها حكم وضعي وهذا الصحة يترتب عليه انه يصبح الانسان مالك لهذا الشيء الذي اشتراه فاذا اصبح مالك ان يترتب عليه حكم شرعي تكليفي هو ماذا مثلا هو بالنسبة له يجوز له ان يتصرف في هذا الشيء الذي تملكه بالعقد الشخص الذي كان بائعا الذي باع قرج هذا الشيء من ملكه هنا يحرم عليه ان يتصرف بهذا الشيء لانه تصرف في غير محله يعني تصرف في مال الغير فيحرم عليه من قبيل مثلا الشرطية من قبيل مثلا شرطية الطهارة في الصلاة هنا الشارع حينما يقول يشترط في الصلاة الطهارة هذا وضع جديد بالنسبة الى الانسان يجب على الانسان اذا اراد ان يصلي يجب عليه ماذا ان يأتي بالطهارة يأتي بالوضوء او الغسل او ما شابه ذلك او التيمم من قبيل مثلا الجزئية مثل ان يقول الشارع ان السورة جزء في الصلاة السورة جزء في الصلاة فهنا اذا اراد الانسان هذا يرتب وضع جديد يترتب عليه حكم شرعي تكليفي مثلا إذا أراد الإنسان أن يصلي فهنا يجب عليه أن يأتي بالسورة في الصلاة وإلا لا يكون عمله عملا صحيحا إذن هذا التقسيم الأول للحكم الشرعي الحكم الشرعي التكليفي الحكم الوضعي وبينا بشكل مختصر ما هو المراد من هذا التقسيم هناك تقسيم آخر للحكم الشرعي هو تقسيمه إلى الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهر هذا التقسيم الآخر المهم بالنسبة لنا هو الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري طبعا باعتبار أن الشيخ المصنف هنا تعرض إلى هذا التقسيم إلى الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري سوف نبين هذا بحسب ما بينه الشيخ المصنف رحمه الله ثم نبين لدينا بعض التعليق على هذا التقسيم أو ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب يتركه إن شاء الله إلى حين ما يتعرض له الشيخ في الكتاب إذن هنا كما بينا أن علم الأصول إذن هو العلم الذي يبحث أو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي أعتقد التعريف أصبح واضحا بالنسبة إلى الأخوة فهنا كمثال لهذا التعريف نحن مثلا كما ذكر الشيخ هنا نحن مثلا إذا أردنا أن نستنبط وجوب الصلاة مثلا هنا وجوب الصلاة يمكن أن نستنبطه من قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة هناك لدينا آية مباركة في القرآن الكريم تقول وأن أقيموا الصلاة وهناك آية أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طبعا هاتين بين يدينا آيتين من القرآن الكريم كيف نستنبط منها الحكم الشرعي بوجوب الصلاة هنا في الآية الأولى فلنتكلم عن الآية الأولى يعني كمثال لتوضيح تعريف علم الأصول قال وأن أقيموا الصلاة هنا هذه الآية استعملت فعل الأمر أقيموا أقيموا الصلاة طيب ما علاقة فعل الأمر بالوجوب نحن نريد أن نسمّض أن الصلاة حكمها هل هو الوجوب هل هو الاستحباب أي واحد من هذه الأحكام التكليفية التي ذكرناها الخمسة هل الصلاة واجبة مستحبة محرمة مكروهة مباحة ما هو حكمها هنا نأتي إلى الآية المباركة وأن أقيموا الصلاة نجد أنها استعملت فعل الأمر أقيموا طيب ما علاقة فعل الأمر بالوجوب هنا يقولون أنه بحسب الظهور العرفي يعني بحسب ما يفهم العرف وإن شاء الله سيأتي توضيح هذا الأمر مفصلا في طيات هذا الكلام هنا فقط مثال للتوضيح يقولون أن العرف حينما يسمع بفعل الأمر يتبادر إلى ذهنه من فعل الأمر الوجوب يأتي إلى الذهن يعني أنت حينما تسمع من والدك مثلا فعل أمر يقول لك اقرأ هنا ماذا تفهم من أبيك تفهم أن الأبي يريد منك أن تفعل على نحو الوجوب لا أنه يريد مثلا منك على نحو لا يريد منك الحرم أن لا تفعل أو مثلا على نحو الاستحباب أو الكراهة أو بقية الأحكام لا هنا ما تفهمه من قول أبيك أكتب أو اقرأ أنه يريد على نحو ماذا على نحو الإلزام والوجوب طيب هذا يعبر عنه بالظهور العرفي يعني كلمة أو لفظة الأمر لفظة فعل الأمر يظهر منها عرفان الوجوب الظهور فنعبر هكذا أن الظهور العرفي لكلمة الأمر هو ماذا الوجوب طيب فهنا هذه القاعدة الأولى التي لا بد أن نسلم بها أولا أنه كلمة فعل الأمر هل فعلا يظهر منها عرفان الوجوب أو لا هذه قاعدة من القواعدة أنه كلمة فعل الأمر واقعان يظهر أو صيغة فعل الأمر يظهر منها الوجوب أو لا يظهر منها الوجوب وما هو الدليل على أي واحد منهما طيب فإن قلنا مثلا أنه نعم كلمة فعل الأمر الظاهر منها الوجوب هذه قاعدة أن صيغة فعل الأمر يظهر منها الوجوب هذه قاعدة أولى ثم أنه هذا الظهور هل هو حجه يعني هل أن الشارع يقبل بالاعتماد على هذا الظهور يعني هل أن الله تعالى يقبل بأن نفسر كلامه على ضوء ما يفهمه العرف أو لا هذه قاعدة ثانية وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور أن هذا الظهور العرفي للكلمات أو الخطابات الشرعية هل هو معتمد عند الشارع الشارع يقبل به أو لا إن كان يقبل به لابد من دليل إن كان لا يقبل به لابد من دليل فهنا إذن أصبح لدينا لابد من وجود قاعدتين القاعدة الأولى أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب هذه قاعدة القاعدة الثانية أن الظهور حجة مقبول عند الشارع فمن خلال هاتين القاعدتين أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب وأن الظهور حجة عند الشارع نستطيع أن نستنبط الوجوب من قوله تعالى وأن أقيم الصلاة يعني لو كانت هاتين القاعدتين تامتين واستطعنا أن نثبتهما في علم الأصول نستطيع أن نقول أننا يمكن أن نعتمد على هذه الآية المباركة في أنها دليل على وجوب الصلاة لماذا؟ لأنها أولا استعملت فعل الأمر وأن أقيموا فعل الأمر وفعل الأمر ظاهر في الوجوب وهذا الظهور حجة إذن ظهور هذا الفعل في الوجوب حجة فيمكن أن يفتي الفقه مثلا بوجوب الصلاة على المكلف طيب مثل هاتين المسألتين المتكفل ببيانهما وتحقيقهما وذكر الدليل عليهما من؟ هو علم الأصول إذن علم الأصول هو الذي يبحث عن هذا النوع من القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما بينا هنا إذن نأتي إلى تطبيق هذه العبارة التي ذكرها الشيخ وبيان ما فيها قال تعريف علم الأصول علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط أو في طريق استنباط الحكم الشرعي مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيضا لو استدللنا طبعا بهذه الآية الثانية المباركة لا بد أن نقول أن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا بد أن نقول هذه الصيغة تدل أو هذه التعبير يدل على الوجوب ظاهر في الوجوب يعني لا بد أن يكون هذا التعبير ظاهر في الوجوب وهذا الظهور حجة فنقول إذن يمكن أن نتدل بهذه الآية المباركة على وجوب الصلاة ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيم هنا يعني في هذه الآية أقيم صيغة أمر في الوجوب لا بد أن تكون ظاهرة في الوجوب وقلنا معنى الظهور يعني الظهور العرفي ومتوقف أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به طبعا باعتبار أننا هنا نعتمد على القرآن قال الشيخ ظهور القرآن وإلا حتى السنة يعني حينما سنبحث عن في بحث حجية الظهور نبحث عن حجية الظهور مطلقا الخطاب الشرعي مطلقا لكن وقع بحث في خصوص ظهورات القرآن أنها حجة أو ليست حجة سيأتي الكلام عنه إن شاء الله هناك هناك من قال أن الظهور حجة واستثنى من ذلك ظهور القرآن الكريم هناك من قال لا أن جميع الظهورات العرفية سواء كانت للسنة الشريفة أو للقرآن هي حجة وهتان المسألتان يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوب وكون ظهور العرفي للقرآن حجة وهتان المسألتان يتكفلوا ببيانهما علم الأصول فإذا علم الفقيه من هذا العلم يعني من علم الأصول إذا علم الفقيه من هذا العلم من علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة حجة قلنا يعني يمكن أن يعتمد عليه الشارع يقبل بالاعتماد على الظهور العرفي في تفسير الخطابات الشرعية استطاع يعني استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي لأنه سيأتي إن شاء الله أن هناك دليل بعض الأدلة أدلة عقلية لابد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم يعني سواء استدللنا على الحكم الشرعي من الدليل اللفظي من القرآن والسن أو الدليل الشرعي بشكل عام يعني عام من اللفظي كما سيأتي بالفعل أو التقرير أو نعم دلالة اللفظ أو الفعل أو التقرير أو لا اعتمدنا على الدليل العقلي لابد أن نعتمد على قاعدتين قاعدتين أو أكثر في استنباط الحكم الشرعي طيب فالعلم الذي يتكفل ببيان هذه القواعد بالبحث عن هذه القواعد توضيحا وإثباتا هو علم الأصول إلا أنه هنا لا بد من الالتفاد أن التعريف يمكن يعني أو أشكل بعضهم عليه بأنه هنا هذه القواعد قال هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي أن هذه القواعد التي ذكرها هنا في التعريف يعني أن هذا التعريف بسبب كلمة القواعد لا يكون تعريفا مانعا عن دخول الأغيار لماذا لأن استنباط الحكم الشرعي يقع في طريقه قواعد كثيرة ليست فقط قواعد علم الأصول يمكن أن يقع في طريق استنباطه القواعد الفقهية من قبيل مثلا أنه كل شيء طاهر أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس مثلا أنا آتي الآن أشك في هذا الشيء هل هو طاهر أم نجس القاعدة الفقهية تقول لي أنه أحكم على طهارته كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس هذه القاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس هذه تعبرون عنها بالقاعدة الفقهية وليست قاعدة أصولية هذه القاعدة لا تبحث في علم الأصول وإنما لها موطن آخر في علم الفقه تبحث فهنا أيضا القواعد الرجالية التي تبحث في علم الرجال القواعد اللغوية أو ظهورات قد بعض القواعد اللغوية التي أيضا تدخل في استنباط الحكم الشرعي فإذن هنا حينما قال يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق هذا يشمل القواعد الأصولية ويشمل القواعد غير الأصولية من قبيل القواعد الفقهية أو القواعد الرجالية أو غيرها إذن قالوا إذن لابد من إضافة قيد آخر لقواعد حتى ماذا حتى يكون التعريف مانعا عن دخول هذه القواعد التي هي ليست قواعد أصولية إنما هي قواعد فقهية فذكروا في التعريف أنه هو العلم الذي يبحث عن القواعد المشتركة يعني أضاف لفظة أو قيد المشتركة ليس مطلق القواعد وإنما القواعد المشتركة في استنباط الحكم الشرعي لماذا لأنه القواعد المشتركة هي فقط القواعد الأصولية بقية القواعد مثل القواعد الفقهية مثلا لا تكون مشتركة بمعنى أنها ليس من شأنها أن تدخل في استنباط أي حكم شرعي من أي باب من أبواب الفقه مثلا قاعدة الطهارة هذه قاعدة فقهية إلا أنها مختصة فقط وفقط بباب الطهارة أنت حينما تبحث في كتاب الصوم لا تستطيع عن ماذا أنت تستنبط بالاعتماد على قاعدة الطهارة حينما تبحث عن كتاب الحج حينما تبحث عن كتاب التجارة حينما تبحث عن أي كتاب آخر لا تستطيع أن تعتمد على قاعدة الطهارة فهي قاعدة مختصة وليست قاعدة مشتركة أما مثلا حينما نقول خبر الثقة مثلا حجة هذه قاعدة مشتركة أنت سواء كنت تبحث في الطهارة تبحث في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في الخمس في المعاملات جميعا تستطيع أن تأتي وماذا وتستمط من خلال خبر الثقة فيكون حجية خبر الثقة قاعدة مشتركة بين جميع الأبواب الفقهية فهنا أضافوا قيد الاشتراك أو كما عبر مثلا السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقات قال هو العلم الذي يتعلق بالعناصر المشتركة أو القواعد المشتركة لا يفرق إذن لا بد من إضافة قيد الاشتراك حتى تخرج ماذا؟ بقية القواعد التي ليست أصولية وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهنا في الحقيقة يمكن أن نآخذ على هذا التعريف أنه تعريف غير مانع لأنه يدخل الأغيار مثل القواعد الفقهية مثل القواعد الرجالية في التعريف مع أنها ليست قواعد أصولية لا يبحث عنها في علم الأصول فلا بد من وضع قيد لإخراج مثل هذه القواعد وقالوا أن هذا القيد هو قيد الاشتراك أي العلم الأصول هو العلم الذي يبحث عن القواعد المشتركة أو القواعد المشتركة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في الدرس الآتي ندخل في بيان التقسيم الثاني للحكم الشرعي وهو تقسيمه إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الواقع وأكرمني بنور الفاقع اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحمى الرحمين